اشتركوا في القناة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعيدة ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنصيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي مؤكداً سيادته الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية لسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر